اشتركوا في القناة وانا بتكلم عن الخيال العلمي تقولك اه هي الافلام بتاعت الخيال العلمي اللي فيها تكسير وبيطلع الفضاء والحاجات دي كلها للاسف احنا عندنا في مصر واعتقد بعض دول العربية حصر هذا الموضوع لان احنا ما جربناش قيمة هذا الخيال العلمي وقيمة هذا العلمي بشكل كبير جدا في كافة المجالات الاخرى زي العلم والتكنولوجيا زي ما طبعه العديد من الدول المتقدمة لان الخيال العلمي دور كبير جدا في هذا الشأن في اخضاع كل مدخرات التكنولوجيا والعلمي تحقيق التقدم الامثل في المجالات المختلفة واعتقد اهم حاجة ممكن نستخدمها في جزئية الخيال العلمي في موضوع التعليم وتحديدا عندنا في مصر والدول العربية زي ما حادكم معارفين احنا محتاجين نقلة نوعية بشكل كبير جدا في هذا النوع من التعليم وغيره من المجالات الاخرى لو احنا فعلا ادرنا نستغل الخيال العلمي ونربطه بشكل كبير بهذه المجالات هنحقق ان شاء الله المقصود والمرجو منها مش هطيل على حضراتكم في المقدمة هنتعرف اكثر عن حول هذا الموضوع مع ضيوفي المشرفيني في الستوديو ضيفي العزيز من دولة سوريا الشقيق اهلا بيك الاستاذ الدكتور طالب عمران رئيس رابطة كتاب الخيال العلم العرب اهلا بيك فانتحاتك حضرتك اهلا بيك وضيف الدكتور صلاح معاط الكاتب والرواية والعلامة اهلا بيك يا دكتور صلاح اهلا بيك الحلقة الحلقة مليانة ما شاء الله قومية عربية واحدة عربية يعني سوريا ومصر وبعد الفقرة بتاعتكم ان شاء الله فلسطين ابدأ من عند حضرتك يا دكتور طالب وعرف لنا ايه هو الخيال العلمي وازاي نقدر نستغله بشكل كبير جدا في المجالات المختلفة طبعا هذا سؤال هام جدا يعني لانه هناك الكثير من الاشكالات حول تعريف الخيال العلمي يعني كما الاسم الخيال العلمي الخيال المرتبط بالعلم الخيال المرتبط بالعلم الذي يستند على المنطق العلمي يعني لا نستطيع ان نقدم فانتازيا ربما تكون في المستقبل بعيدة جدا نقول انه بعد عشر ملايين من السنوات سيكون هناك اجتياح للمجرة الاخرى مثلا مجرة الاندروميدا وسيكون اشياء كثيرة يمكن ان تحدث هذه شطحات اكثر من اللازم يعني نحن نعيش في عمر لا يتجاوز سمانية تسعة عقود على الاكثر يعني هذه العقود التي نعيشها لا نستطيع نستطيع ان نحلم ونستطيع ان نتخيل كثيرا ولكن ايضا للخيال الحدود ولشطحات الخرافة التي ايضا تلصق بالخيال العلمي وليست لها علاقة بها كما قلت الخيال المستند على المنطق العلمي هذا هو الخيال العلمي دكتور صلاح هل هناك مجالات للخيال العلمي بشكل كبير ولا الخيال العلمي هو دخل في حياتنا في كل مجالات حياتنا لكن قبل ما نتكلم عن الخيال العلمي أحب بس نتكلم عن مؤتمر الخيال العلمي اللي هو كان أول مبارح والحقيقة هذا المؤتمر الثاني اللي بيعقده تحت كتاب مصر المؤتمر الأول كان يحمل اسم رائد قدب الخيال العلمي المصري نهاية شريف الراحل طبعا وكان كنا نتمنى ان يكون معنا دكتور طلب في هذا المؤتمر لكن احنا عملنا المؤتمر الثاني باسم الدكتور طلب عمران طبعا وأصدرنا هذا الكتاب وهي في مجموعة من الأبحاث المهمة جدا عن وطبعا أنا بحيي تحت كتاب مصر ممثلا في رئيسه الدكتور علاء عبدالهادي لأن خلال هذه الدورة تم عمل مؤتمرين للخيال العلمي وبينجهز لمؤتمر العمل القادم بإذن الله أما مجالات الخيال العلمي فيها الخيال العلمي يعني أنا بتمنى ان الكتاب الخيال العلمي أنا بتخيل ان حتى البعض منهم بيرتدي معطف العالم ونظارته ويبقى حطت قدامه تليسكوب الفكرة مش فكرة أنا عايزة أقول ان الخيال العلمي هو رريف الخبز الذي نبحث عنه هو المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومي هو هو الحياة الحياة يعني احنا مش عايزين نتعد إلى أفاق الخرافة ونتعد عن الواقع لا الخيال العلمي مرتبط جدا بالواقع ومرتبط بالقضيانة وبالتالي فهو يدخل في كل المجالات في التاريخ هتلاقي بذور الخيال العلمي في الفلسفة في المنطق في العلم النفس كل مجالات العلم هتلاقي فيها جانب بيمس الخيال العلمي أما بالنسبة لكيفية تطبيقه وأهميته طبعا فكرة أننا ننشئ جيلا يتم بالعلم ويتعاطى مع موضوعات الخيال العلمي هذه مهمة جدا ويمكن من هنا أنا أتمنى أن قصص الخيال العلمي تطبق على طلبة المدارس حتى هذا الجيل يستطيع أن يستعب هذه الأفكار جميل دكتور طالب خلينا نتكلم عن أهمية الخيال العلمي في رسم استراتيجيات المستقبل الأفضل في كافة المجالات المقدمة قبل ذلك نستطيع أن نقدم صورة واضحة أيضا عن الخيال العلمي وما يمكن أن يفعله في المجتمعات كل فكرة علمية بالأصل كانت خيالا علميا عندما تنبأ أديسون أنه حاول أن يخترع المصباح الكهربائي كان يحلم بذلك كان يرى ذلك خيالا وبعد محاولات عديدة ربما وصلت إلى المئة توصل إلى اختراع المصباح الكهربائي هكذا أيضا بالنسبة لماركوني بالنسبة للهاتف بالنسبة لكثير الكثير من الإنجازات العلمية كانت بالأصل خيالا وهذا الخيال هو الذي كان يتابعه العالم حتى يصل إلى تحقيق هذا الخيال بالنسبة أيضا لتواجد العلم في كل المحطات كما قال الدكتور صلاح كل المحطات الحياة يمكن أن تجد أن هذا العلم الموجود يكون في البداية خيالا ثم يتحول فيما بعد إلى علم يعني عندما نرسم استراتيجية معينة لبلد ما هذه الاستراتيجية نضع نقول خطة خمسين نقول خطة عشر سنوات خطة خمسة وعشرين سنة هذا الرسم هو في الأصل يعتمد على الخيال نحن نتخيل أنه بعد خمس سنوات سنطبق هذه الخطة بحذافيرها مثلا ربما لا تطبق هذه الخطة أيضا سواء خطة زراعية أو خطة اقتصادية بشكل عام أو خطة بحث علمي أيضا أقول أن هذا الخيال البسيط الذي نتخيله عندما ندخل في مجالات العلم نستطيع ببساطة أن نقفز بخيالاتنا إلى ربما إنجازات أكثر وهذا ما تقوم عليه الحضارة الحديثي لا نستطيع أن نتنفس إلا نجد أن هناك اختراع جديدا بالأصل أنا أذكر أنه عندما هبط الإنسان على القمر في عام 1969 في 20 يوليو عام 1969 قال الناس أن عام 1980 سيكون عام هبوط الإنسان على المريخ وقالوا أنه قبل نهاية القرن العشرين سيكون هناك أزرار السترات التي يلبسها الناس قد يكون أحد من هذه الأزرار مزياعا وقد يكون أيضا الساعة التي في اليد هي ساعة الفيزيونية طبعا هذا الأمر تحقق فيما بعد عن طريق الجوالات الهواتف المحمولة ولكن دائما العلم يحلم بإنجازات أخرى نستطيع أن نقول أن الهندس الوراسي دخلت إلى مجالات أيضا مختلفة ولكن كيف نستشرف المستقبل عن طريق الخيال العلمي هذا سؤال مهم جدا وأنا أختلف مع بعض الناس الذين يقولون أن العلم سبق خيالنا لا العلم لم يسبق خيالنا صحيح الخيال يسبق بشكل مستمر دائما بشكل مستمر لذلك استشراف المستقبل هو حديث طويل طبعا يمكن أن نتحدث عنه بشكل مطول المستقبل غامض لا يعرف المستقبل سوى الله سبحانه وتعالى ولكن الإنسان عندما تفترض نتيجة الظروف معينة تحيد بمدينة ما مثلا أن هناك مصانع تحيد بهذه المدينة هذه المصانع تلوس البيئة في هذه المدينة بكل بساطة تستطيع أن تتخيل وهذه ليست نبوءة بعيدة أن هناك أمراض قد تحدث للناس الذين يسكنون هذه المنطقة نتيجة التلوس الموجود وقد تكون هناك نسبة سرطان صدر عالي وقد يكون هذا مثلا شيء من النبوءة العلمية ولكن النبوءة قائمة على المنطق نبوءات المستقبلية التي لها علاقة بواقع ربما واقع اقتصادي واقع زراعي واقع سياسي إلى آخره هذه النبوءات طبعا مختلفة يمكن أن نتحدث عنها لاحقا تماما دكتور صلاح مهمة جدا أن احنا ندرب أولادنا وندرب الأجيال سواء الحالية أو الأجيال اللي هتيجي بعد كده على فكرة أن يكون فيه خيال علمي لأن الأسف لو جيت سألت مثلا للشباب دلوقتي وأنا مع حضرتك لو نزلنا بالكاميرا دلوقتي وسألنا إيه الخيال العلم؟ أقول لك أنا تفرجت على فيلم خيال علم قبل كده لأن ناس حصراف في الجزئية دي فقط ولكن ده في مجالات مختلفة إزاي نقدر أن ندربه؟ يكون عندنا ممارسة الخيال العلمي يكون عندنا ناس مبدعة في هذا المجال بشكل كبير وأجيال منذ الصغر نأهلها لده هو يجب أن نفرق بين الخيال العلمي من ضابط الذي ذكره الدكتور طالب عمران القائم على المنطقية العلمية وبين ما يارد إلينا من الغرب من أفلام خيال علمي في أفلام على مستوى راقي جدا ومهمة جدا ولكن إذا كنا نتحدث عن النشأ والجيل الجديد والأطفال معظم الشخصيات الخيال العلمي أعتقد أنها تبعد عن أدب الخيال العلمي يأما فيها خرافة يأما فيها جوانب تدعو إلى العنف وإلى الدموية وإلى مزيد من سطوة الخطر الذي ممكن أن يهدد هذا الجيل لكن أنا أتمنى أن أدب الخيال العلمي عندما نتناوله نحن نحلم بمستقبل علمي جيد ومع ذلك عندما نفكر في هذا المستقبل العلمي لا ننسى المستقبل السياسي يعني إذا كنا نتحدث مثلا عن سنة 2050 يعني بعد 32 سنة من دلوقت تقريبا يجب أن نتخيل الواقع السياسي في ذلك الوقت يعني كيف سيكون شكله الواقع الاجتماعي التعامل مع البشر يعني كيف سيكون مع الفكرة العلمية التي سنطرحها من خلال الرواية أما كيفية ندرب النشط فكرة تدريب النشط أو تعليم الإبداع والخيال العلمي إبداع هي قصة في النهاية هي قصة أو رواية عمل إبداعي العمل الإبداعي لا يدرب ولا يمرن هي موهبة وبالتالي نضع أمام الأطفال أو الشباب المقاومات اللازمة التي تجعله يستطيع أن يستوعب هذا اللون من الأدب وكيف يتعامل معه من خلال بقى قراءات كثيرة جدا في هذا المجال سواء يعني ماذا يقرأ الشاب مثلا يقرأ يعني أنا مش عايز أقوله اقرأ خيال علم بس أو اقرأ علم بس عشان تكتب لا اقرأ في تاريخ اقرأ في فلسفة اقرأ في كل مجالات يعني مشكلة كاتب الخيال علمي أنه يجب أن يقق كل ما يصل إليه يده دكتور طالب عندنا في مصر يعني من الأفاشات المصرية اللي هي المعروفة لما تلاقي مثلا ولد قاعد بقول بابا نفسه والله يا بابا أعمل عربية تمشي من غير بنزين وعربية تمشي من غير زيوت فتلاقي يا بابا رده الطبيعي ده انت خيالك واسع واعتقد عندك في سوريا الكلام الجميل ده مهم جدا أن يكون عندنا فكر الإبداعي مهم أفضل أن احنا نتبناه إزاي نقدر نكمل هذه الحلقة المستديرة ما بين الأسرة وبين المدرسة وبين المجتمع في تبني الناس اللي عندهم تفكير يعني ممكن نحطه تحت مظلة الخيال العلمي بشكل كبير ونستفاد من هذه التجارب يمكن أنا عملت حلقات مع طالب ما كاملش في السنوات العامة الكرامة والرئيس عبدالفتاح السيسي أحمد الطوي في سنة وعام تانية سنة وعام مخترع علاج لأفضل أنواع السرطانات الأخطر عفوا أنواع السرطان لو سرطان الجند كذلك برضو طالب في تانية عدادي مخترع روبرت ممكن يروح للمكان اللي فيه الإرهابيين وينقلت كم عدد الإرهابيين والتسليح ومكانهم فين وكل المعلومات دي كلها قبل كده كنا نقول ده خالي لك واسع لكن دلوقتي محل التطبيق المنظومة كلها كيف يتم تبنيها بحس أننا نستخرها بعد كده خدمة المجتمع بشكل كبير وتحقيق تقدم الأفضل للدولة في المجالات المختلفة الأجيال الجديدة التي تعيش في أوطاننا العربية هذه الأجيال الجديدة هي أجيال بشكل ما مؤتمته يعني دخلت على التقنية من بابها الواسع وبدأت تغرف من هذه التقنية بالتأكيد لهذا الموضوع له أيضا يعني جانب ليس صحيحا ولكن هناك جانب آخر يمكن لهذه الأجيال أن تبدع في مجالها التقني وكما قلت قبل قليل كيف طالف الإعدادية تمكن من اختراع روبوت يسير بحركات معينة إلى آخره ضمن هذه نتيجة أيضا الدكاء الموجود البشري إضافة للمعلومات التقنية التي هذا الشاب الصغير استوعبها وتمكن أيضا من تفعيلها والإبداع والوصول إلى إبداع ما هذا الشيء مهم جدا أيضا بالنسبة لطلابنا الطالب عندما تقدم له ثقافي علمية عن طريق قصص خيالي علمي شيقة وليس عن طريق فيلم الأفلام الموجودة ربما من بين مئة فيلم يمكن أن تجد فيلم واحدا جاد والباقي أفلام غير جادة يعني ما فائدة سوبرمان أو فائدة الشخص الذي يقوم بنقل كل الأشياء ويغير حتى من الزمن وهذا شيء غير منطقي يعني خارج حدود المنطقة العلمية لا يندرج تحت الموضوع خيالي علم خلص نعم لا يندرج لذلك نقول أن الثقافة العلمية تأتي عن طريق هذه القصص يعني بدأ أن نكتب قصص عن الحيوانات وأن سنت الحيوانات وقد أدخمت بها المكتب العربية بهذه الكتب الأطفال التي تحدث عن الأرنب والضفضع والسلحفات إلى آخرين نستطيع أن نقدم نحن قصص شيقة علمية للأطفال تستند على حقائق علمية أيضا تفيد الطالب في مجاله العلمي حتى أنها تقدم له المعلومات العلمية الجافة بشكل كثير منطقي وشيق أيضا هذا مهم جدا بالنسبة للتثقيف العلمي للأطفال بالنسبة للخيال العلمي يجب على كل وزارات التربية كما قال دكتور صلاح أن تأخذ هذا الجانب بشكل أنه تفرد لأنه كما قلنا قبل قليل الأطفال عزفوا عن القراءة يعني نسبي عالي جدا لا تقرأ ده الشباب يفن في الجامعات دلوقتي نعم نفس الشيء أيضا في الجامعات نستطيع أن نستعيد جزءا من هذا العزوف عن القراءة عن طريقة وضع مناهج معينة مثلا في الصف الأول ثلاث كتب أو أربع كتب قصصية مفروضة على الطالب أن ينجح بها بمادة اسمها مثلا مادة القراءة في مادة فأنا ممفروض كتب مقررة عليك زمانة الحاجة اسمها حيث تقرأ يعني بيبقى فيها قراءة ويجي مثلا المرة الجاية الأستاذ بينقش حضرتك فيها إيه اللي استفدته وبيستخلص الحاجات دي احنا محتاجين نكسفها بشكل جيد نعم ويجب أن تكون أيضا من ضمن المناهج وأن تكون لديها درجات يمكن أن ينجح أو يرسب الطالب بذلك محفزة في الصف الأول مثلا كما قلت يمكن قصتين أو ثلاث قصص في المرحلة في الفصل الأول فصل الثاني قصتين أو ثلاث قصص في السنة الثانية يرتفع هذه النسبة حتى تصل عند طالب السانوي مثلا إلى عشر قصص أو عشر كتب علمية في الفصل الأول وعشرة في الفصل الثاني وهكذا الطالب بشكل غير مباشر يتعلق بالقراءة يبحث يصبح باحثا وهذه مهمة جدا من نسبة لوزارات التربية العربية أن تضع هذا المخطط مخطط استعادة هذه الأدمغة الصغيرة لعافيتها عن طريق القراءة وإفراء الثقافة بشكل كبير حول هذا الموضوع ويكون فيه تنوع في القصص بإزاي يبقى في الصناعام جيرني توزا سينتر وفي زيرس على طول معروفة يعني يمكن تأكيدا على كلام الدكتور مهم جدا نحن نفرق بين الطالب النابغة في تحصيله الدراسي والطالب أيضا النابغة الذي يحصل دراسيا جيدا ولديه موابط القراءة والاستعاب الجيد يعني فكرة أنه يقرأ ويدخل مكتبة يعني فيه فرق بين الاتنين بالتأكيد فعلى الأقل يبقى فيه درجات لهذا تمام التنمية المستدامة الخاصة بالخيال العلمي إزاي نقدر نحققها بشكل كبير وزي ما قال دكتور طالب سابقا أن أي فكرة موجودة حاليا كانت قائمة على الخيال العلمي زي كمبيوتر زي الموبايل وغيرها نستفيد من ده زي بعد كده بحيث نحن نحقق من خلال التنمية المستدامة وأعتقد ده اللي بتسير عليه الدولة المنصرية تحديدا في كافة المجالات المختلفة والمشروعات اللي بتقوم زي مشروع الضبع كان بنسبة لنا لو من كام سنة كان بنسبة لنا خيال العلمي صح ولا لا دلوقتي الحمد لله بقى على أرض الواقع بقى بينفس حاليا وقريبا نفتتح ونشوف يعني عشان تحقق التنمية المستدامة يجب أن تتفاعل المؤسسات والهيئات مع الواقع العلمي مع الواقع يعني مش ممكن تكون انت بتفكر في شيء وأنا بفكر في شيء تاني وإحنا الاتنين منفصلين يجب أن يكون يعني يجمعنا شكل مؤسسة أو خط ناظم يربط المجتمع ببعض يعني إذا كنا بدنا نتحدث عن الخيال العلمي مثلا إذا كنا بدنا نكلم مثلا عن تكنولوجيا الحاسوب مثلا أو الكمبيوتر معلومات نعم تكنولوجيا معلومات معلومات مثلا يعني كيف يمكن أن أتعامل مع هذا إذا كنا النهارده النهارده في تفكير أن يبقى المواد اللي جوه الكمبيوتر هتبقى مواد شبه حية يعني خلايا يعني الخلية من قدرتها التخزينية ضخمة جدا وقوية وكبيرة تستطيع أن تحتفظ بكم هائل من معلومات نعم فهناك تفكير في هذا النهارده لازم يعني يبقى هذا التفكير متواكب معنا حتى كتاب الخيال العلمي يجب أن ينظر إلى هذا بشكل أوسع صحيح ويربطه ده بالمجتمع يعني هي فكرة المؤسسات المؤسسات بقت علمية إعلامية يعني لازم الإعلامي وعليه دور المؤسسات الدينية كل هذه المؤسسات عليها دور في ربط القارئ والمواطن بهذه الأفكار حلقة التماسة الجزئية مهمة جدا كتاب الخيال العلمي هو أسأل الدكتور طالف هذه الجزئية كون رئيس رابط كتاب الخيال العلمي هل كتاب الخيال العلمي يعني بيجدوا الاهتمام اللي يلقب مكانتهم في الدعم الأمثل في هذا المجال بشكل كبير جدا وإيه الدعم اللي احنا محتاجينه بحيث أن يكون عندنا هذه النوعيات من الكتاب بشكل كبير اللي هما بيفيدوا المجتمع بالعكس لا ده أنت بتفقل مواهب أجيال بعد كده ممكن يفيدوا البلاد في العديد من المجالات المختلفة وتحقيق التقدم الأفضل ليه طبعا هذا موضوع شديد الأهمية يعني يجب أن ينتبه العالم العربي على هذا الموضوع الهام يعني أنا عندما زرت كوبا في عام 1986 هناك رابط كتاب خيال العلمي كوبية وهي مؤسسة أيضا منذ فترة طويلة أيضا كما قيل لي منذ أن استقلت كوبا هناك في الأوروكواي أيضا في كولومبيا في أمكيني كثيرة هناك يعني أمكيني نعتبرها نحن أننا نحن تجاوزنا هذه البلدان مع الأسف هناك اهتمام بالخيال العلمي أكثر بكثير من عالمنا العربي صحيح يعني حتى الآن مثلا لم يحدث أن طلب منتج مثلا أن ينتج فيلم خيال العلمي صحيح مع أنه الفيلم الخيال العلمي لا يكلف كثيرا كما يتوقعون يعني عن طريق الجرافيك تستطيع أن ترسم مدن بكاملها صحيح وأيضا يمكن أن تجد شيء آخر الحكومات العربية بشكل عام أو حتى الأدباء حتى الاتحادات الأدبية يعني ليست مهتمة كثيرا بهذا الموضوع وهذا الموضوع رغم أنه كما قلت قبل قليل يعني هذا الموضوع لو انتشر بشكل جيد تستطيع أن تستقرئ مستقبلك تستشرف مستقبلك بشكل ما ويمكن أن يكون هذا المستقبل واعدا المشكلة أن الخيال العلمي يعتبر هرطقة أحيانا ويعتبر أيضا تدليسا ويعتبر نوع من الخيال غير المنطقي لا هذا غير صحيح الفنتازيا وغيره هذا غير صحيح الخيال المنضبط القايم على المنطق العلمي هو خيال مهم جدا يستطيع أن يظهر لك ما يمكن أن يحدث مثلا بعد سنوات كما قلت نتيجة حقائق ومنطق تستطيع أن ترسم من هذا المنطق حدودة مستقبلك بكل بساطة يعني أنا مثلا لو تحدثنا دخلنا في موضوع هذا الخيال يعني أنا كتبت كثيرا عن فوضى الأزمان القادمة فوضى الزمن القادم قبل أن تحدث يهتس هذا الخراب العربي بكثير يعني فيه أشياء كثيرة حدثت في عالمنا العربي أنا كنت أتنبأ بها من قبل تنبأت بها كتبت عنها ما السبب هناك معطيات معينة صحيح يمكن أن تظهر لك ببساطة ما يمكن عندي مثلا رواية الأزمان المظلمة هي ترجمة للفرنسي وترجمة أكثر من اللغة يعني وتبعت طبعات كثيرة صدرت قبل اشتياح العراق مثلا صحيح قبل ما يحدث الآن من تطرف وغير ذلك يعني موجود فيها بشكل واضح ويعني لا نريد أن نتحدث عنها ولكن أقول نحن دائما نكتب عن المستقبل كاتب الخيال العلمي المنضبة الجاد المهتم بقضايا بلده بقضايا شعبه بقضايا الناس البسطاء الفقراء يستطيع أن يتنبأ ويكتب عنهم ما يمكن أن يحدث لهم في المستقبل وقد تكون الصورة التي يرسمها للمستقبلهم قريبة جدا من الواقع وهذا شيء مهم جدا ثقافة العلم هي أيضا جزء من ثقافة الخيال العلمي عندما تعمم هذه النظرة في العالم العربي ويهتم بها كما قلت المؤسسات الثقافية والمؤسسات الإبداعية ننتقل نقلة كبيرة غير عادية يعني حتى مراكز البحوث العربية تستند يمكن أن تستند على الخيال العلمي الذين يرسمون الاستراتيجية في الدول الكبرى ربما يكونوا بعض من العلماء والسياسيين والاقتصاديين في كل الفروع يمكن أن يرسموا استراتيجيات المستقبل بينهم كتاب خيال العلمي في أمريكا مثلا الذين يرسمون استراتيجيات القرن بينهم قرن كامل كاتبان في الخيال العلمي يرسمون استراتيجيات القرن قبل أن يبدأ القرن نحن نفكر في 10-50 سنوات نعم يعني المقصود بذلك يعني يجب الإنسان أن ينتبه إلى مستقبل ما دمت تعيش الآن في هذا الزمان يجب أن نهتم أيضا لمستقبل الأولاد والأحفاد القادم ده حي ده لخي يبقى أسأل الدكتور صلح حل أصبحنا إحنا مؤهلين سواء مصر أو الوطن العرب لتطبيق يعني وحددان خيال العلمي عندنا ولا لا هو سؤال صعب لأن إحنا بنلهث وراء الفنتازيا والخوارق يعني نجد كاتبا يكتب أشياء بعيدا تماما عن الوقع ولا يمكن أن تتحقق عن هواجس وعن كوابيس يعني غير مترسة أو وجود حيوانات خوارق خوارق يعني والشباب يلهثون وراءها يعني أيهم أفضل أن تبحث في مستقبلك ومن خلال أشياء يمكن أن تتحقق وبالتأكيد تتحقق لأن معظم كما الدكتور طريب قال أن رواية الأزمان المظلمة كتبها سنة 2002 ونراها أستاذ نهاد شريف كتب أشياء وتحققت بعد ذلك يعني هي الفكرة نحن نكتب من الواقع ونقرأ ونقرأ حتى نكتب هذا المستقبل المستند إلى الواقع اللي هو المنطقية العلمية نقرأ مئات الكتب حتى نكتب رواية واحدة تناقش المستقبل وترسم صورة لهذا المستقبل ولكننا نعيش أيضا بين الناس وأيضا نجوس في أحلامهم في كوابيسهم وهذا شيء مهم جدا عندما تكتب عن هؤلاء النس فيما بعد ماذا يمكن أن يحدث لهم هذا شيء له علاقك أيضا بخيال منضبط ومنطقي صحيح حيال الموضوع شيق الموضوع محتاج مزيد من الوقت ولو فعلا إحنا اهتمينا بموضوع الخيال العلمي وطبقناه واحتضرنا من يقوم عليه بشكل كبير جدا من كتاب الخيال العلمي الوجهة اللي إحنا شايفينها الآن هتتغير تماما للأفضل أنا كنفسي أعد مع أحدكم أكتر من كده لكن الوقت مع الناس الجميلة بيعادر بسرعة ولكن وعد كده إن شاء الله دكتور طالب والدكتور رسحت نورونا إن شاء الله في حالة تانية ونستفيد أكثر ونتسعى بلوقت مع أحدكم إن شاء الله أكثر فأكثر شكرا لك ضيف العزيز من دولة سوريا الشخيخ الدكتور طالب عمران رئيس رابطة كتاب الخيال العلمي العرب شكرا لك نورتين يا فندم وتحياتي يعني الكثيفة ليش أهلنا في سوريا فندم أيضا بشكر حالك جدا الدكتور صلاح معاط الكاتب والرواي والعلام شرفين يا فندم شكرا جدا وبشكر هذه القناة وبتمنى إن الخيال العلمي يكون مادة من داخل هذه القناة وغيرها من القنوات يا فندم لو الوقت يتسم مع أحدكم واسمع إحنا من كل شهر نخصص حلقة كاملة وموضوع معين عن الخيال العلمي ونحتضنه بشكل كبير مع أحدراتكم ده على كل راحب وساعد صدر وده دورنا وشارفيني طبعا نحن نتعاون مع أحدراتكم يا فندم نسم كاملين القومية العربية مع أحدراتكم مشاهدين الكرام بعض الفاصل فقرة حوارية أخرى مع ضيف الدكتور ياسر أبو سدون الفناني تشكيل فلسطيني والقيادي بحركة فتح والحديث حول القضية الفلسطينية اللي في المقام الأول قضية عربية برمتها انتظرونا مشاهدين الكرام